نشرت الفنانة لورا عماد طليقة الفنان شريف مونير مقطع فيديو قصير وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام عقب اعلان طلقها رسميا من الفنان شريف مونير حيث ظهرت الفنانة لورا عماد ترقص على اغنية اصل الدلع للفنان بها السلطان وعلقت على الفيديو بقبله من الاغنية قائلة مش الهوى على كيفك كان الفنان شريف مونير قد اعلن انفصاله عن زوجته عبر حسابه الشخصي انستجرام وكتب شريف مونير قائلا تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شيء اسمه ونصيب واتمنى لها كل الخير يذكر ان الفنان شريف مونير قد تعرض لانتقاضات في عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني وذلك على خلفية فيديو انتشر وهو يقول هش بعد سؤال سريع من احدى الصحفيات قائلا انت فاكرة نفسك صحفية ولا ايه؟ خرج الفنان شريف مونير بفيديو اهتظال للصحفية قال لقيت ان اللي عملته داعي بقوي لان قلت لها هش وقلت ألم الموضوع فقلت لها انت فاكرة نفسك صحفية ولا ايه؟ لقيت نفسي بغلط اكتر وانا متدايق من اللي حصل ولقيت الفيديو نزل على اليوتيوب ولما شفت اتضايقتي من نفسي والناس علاقت قالت ان قليل الزق واني ما كانش المفروض اعمل كده وإيه الغرور ده؟ فعلا انا استهل كل الكومنتات دي لاني غلطت وكان لازم اخد جزائي باعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد الفعل اللي اتكلمت بيه للانسة الصحفية والشباب الصحفيين اللي كانوا موجودين وباعتذر لجمهوري اللي علق وهو زعلان ارجوكم ما تزعلوش حقكم علي انا فعلا كنت غلطان وفعلا كنت قليل الزق واستاهل النقد اللي ازا ده انا وابويا علمني لما اغلط اقول انا اسف ده انا وابويا علمني لما اغلط 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 انا وابويا علمني اشتركوا في القناة